اقرأ 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 مشاهدين أكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتميز اقرأ احنا كنا تفاقنا ان اخر كل حلقة هنعرض فيديوهات لأحباب الصغار من الاطفال لكن طبعا تجنبا لان بعض المخرجين يعني المحترمين بيحب يقطع على طول في الآخر كده ماشي يقولك يلا اقفل اقفل فاحنا قررنا بقى خلاص بقى هنغير بقى هنعمل ايه الحرب خدعة هنعرض الفيديوهات في الاول بدل انا يعني مراجع الحرف اللي فات معاكو او اراجع مثلا اللي هو التحليل الصوتي للكلمة هنخلي اطفالنا الصغيرين هم اللي راجعوا معاكو وحنشوف اول حاجة اول فيديو طفلة جميلة المكتهدة فريدة يريد تكتهد اكترك شوية فريدة انت كويسة جدا والحاجة اللي انت بعتها ممتازة جدا وانا عارف اللي انت بتشاهديني دلوقتي وبقولك يعني انت ممتازة وبرابو عليكي وبس انا عاوزك تاكتهد كمان شوية تمام كده هنشوف الفيديو بتاع فريدة نشوفه هتقول لنا ايه ونرجع لكم تاني يا جماعة كل سنة وانتو ضيبين انا عايز اقول لكم حاجة احنا لما نيجي نحلل الكلمة بنحط الحرف الساكن مع اللي قابله والحرف المذ مع الممدود والحرف المتحرك لوحده انا عايز اقول لكم حاجة احنا لما نيجي نحلل الكلمة بنحط الحرف الساكن مع اللي قابله والحرف المد مع الممدود والحرف المتحرك لوحده باي باي اقرأ 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 بسم الله و ما شاء الله عليك يا فريدة برافو عليك الله ينور عليك هو ده الصح هو ده اللي انت قلت صح اللي احنا في تحليل الكلمة لمقاطع صوتية بنعمل الحرف المتحرك لوحده طالما ما بعدهش سكون او بعده مد المد مع الممدود الحرف اللي ساكن مع اللعب له فيه فيديو تاني الطفل عمر رضا هارون حيعرفنا شوف هنشوف الاول حيعرفنا على ايه ماشي اسمه طفل عمر رضا هارون حيعرفنا حركات حرف الخاء بيراجع لنا عليها سريعا وبعديها على طول الطفلة رفايدة حسن المغربي حترجع لنا على حركات حرف الدال نشوف ايه وفيديوهين ورا بعض يا استاذ وليد تمام وحنرجع تاني لكم بيراجع لنا على حرف الخاء خا فتحة خا خا كسر خي خا ضم خو خا خي خو أخ إخ أخ دا الفتحة دا القصة دا الضم دا ممكن دا البعضان ما تتعلم دا ممكن دا البعضان ما تتعلمين دا ممكن دا البعضان ما تتعلمين دا أد اد 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 اقرأ 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 مشاهدين يا كرام احنا اول حاجة شفنا الطفلة الجميلة المجتهدة فريدة عرفتنا ازاي نحلل الكلمة المقاطعة الصوتية بعد كده الطفل عمر رضا هارون عرفنا على حركات حرف الخاء القصيرة والطويلة وكمان الخاء السكنة والطفلة رفايدة حسن المغربي رجعت معنا سريعا على حرف الدال حركات قصيرة وحركات طويلة وكذلك السكون النهار اللي حبيبي الحلوين بقى كده ان شاء الله تعالى كل كل حلقة ان شاء الله تعالى عايز تبعثوا رسائل على الواتساب الخاص بيه وحنعرضوا ان شاء الله في اخر الحلقة اللي هو 0021 23 23 واي فيديوهات لحبيبي الحلوين حركات قصيرة حركات طويلة سكون انشاد قرآن اي نشاط اطفالنا الحبيبي الحلوين حيعملوه هنعرضوا ان شاء الله تعالى في كل حلقة استاذ المخرجنا هنروح بقى ايه نبدأ في حرف الدال النهاردة هنروح على صبرنا النهاردة مشاهدين الكرام هناخد حرف الزال حرف ايه الزال زال حرف الزال من حروف اللسوية حرف الزال من حروف الايه اللسوية اسمه حرف ايه يا حبيبي حلوين احنا تعودنا الايه نسطر الصبورة النهاردة في ناس حبيبي حلوين النهاردة مقطقطين في الكنترول في الامنسان يا رب يكن متفعلين معايا ماشي تمام كده احنا سطرنا الايه علشان ما ننزلش علشان ما ننزلش من عالسطر نبعرفين الايه الحرف اللي بنزل مع السطر وايه الحرف اللي ما بنزلش من عالسطر نهاردة احنا اخد حرف ايه حرف الزال اسمه ايه هم ؟ اسمه ايه ؟ ذال اسمه ايه ؟ ذال حرف الزال يا حبيبي حلوين ما انتم لوحظنا حاجة انه هو شبه الدال بس عليه نقطة الدال زيها تماما بس ما فيش نقطة اسمه دال اما الحرف ده اسمه ذال ذال بطلع طرف الثاني ونبنطة الحرف اسمه من الحروف اللثوية التلاتة الثاء والذال وضاء يبساء ذال ضاء من الحروف اللثوية يعني ايه الحروف اللثوية يا استاذ ؟ يعني بطلة طرف الثاني وانا بنطق الحرف ذال ذال تمام كده عرفنا نمطق اسم الحرف ادي شكل الحرف شكل الدل تماما يا حبيبا حلوين شكل الدل تماما بس عليه نقطة تمام كده تعالوا نشوف حرف فيه كده يلا نطلع يلا 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 نطلع كراصة شكل الحرف كراصة ايه؟ شكل الحرف اللي احنا قلنا عليها اللي احنا نتعلم فيها شكل الحرف هيبع صفحة علي مين كده؟ هنكتب تعالوا شوفوا نكتب الزال ازاي ادي واحد نايم اهو اهو يا جماعة حلو كده هنعمل كده اهو كده ادي حرف الزال اهو تمام ده حرف الزال ايه منفرد انا اهو واحد نايم كده اهو حرف الزال ده في صفحة الايه صفحة العليمين يا حبيبي حيونا اهو ادي صفحة العليمين حرف الزال منفردان وننزل بها هدي حرف الذال اهو وننزل به حرف الذال ما بينزلش من على السطر حرف الذال ماينفعش نعمل كده كده هو زي الباق مثلا لا انا بواحد ما يلسلنا كده اهو وأعمل كده وحط نقوط تمام كده ادي حرف الذال حرف الذال يا حبيبي حلوين اهوت ماشي ده منفرداً. تب عاوزين نشوف نتعرف على حرف الذال في اول الكلمة تعالوا نشوف كده ادي حرف الذال يا حبيب 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 يا حبي حرف الزال فأول الكلمة حبيب أحلوناو طيب حرف الزال فأول الكلمة عايزين ناخد مثال عليه نشوف كده حبيب أحلوناو حرف الزال بيكتب ازاي فأول الكلمة حرف الزال في حكتين قلنا من الحروف اللثوية ده في النطق يعني بطلع طرف الثاني وأنا بمطعه طيب بالنسبة للكتابة حرف الزال من حروف الرفاصة يلا حبيب أحلوناو كده يلا يلا يا فريدة كده أنا عارف أنت شطرة حتقولي إيه الحروف الرفاصة؟ يلا ألف بربو عليك وكمان والدال وكمان والذال وكمان الراء والزاي والواو دي اسمها ألف دال ذال راء زاي واو اسمها حروف رفاصة حروف رافضة ماشي حروف رافصة ماشي حروف رفاصة ماشي أي حاجة المهم إيه الحروف الرافضة أو الرافصة أو الرفاصة الحروف الرفاصة حبايب يا حلوين اللي هي ما بتمسكش في اللي بعدها بيجي حرف بعدها ما بتمسكش فيه بيرفص الحرف اللي يجي بعدها تمام كده؟ طب ماشي تعال نشوف كده كلمة فيها حرف الزال كده في أول الكلمة أهو أدي حرف الزال أهو أدي حرف الزال أهو فأول الكلمة ذا ذهبوا شوف يا حبايبي الذهب ذهبوا أدي الزال رفصة الهاء تمام كده نعم زورة برافو عليك أيوة كده شوف عم علي بسم الله ما شاء الله ينفعل معانا ومتفاعل معانا أنا بحب الناس اللي في الكنترول اللي صح يا دي برافو عليك يا عم علي هتدي الجايزة لما أطلع إن شاء الله والله ما حكسك ذورة تمام كده يالله حبايبا حلوين هتدي عم علي الذورة برضه أقولها ذال وذهب تمام كده وذهب وذهب تمام تبحرف الذال يا أستاذ في وسط الكلمة لا 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 محمد معي ولا مين عبدالله يا عبدالله يا شريف عبدالله شريف يا جماعة من حظ السيء النهاردة إن أنا قابلت النهاردة تمام كده مش عارف ربنا يسطر يعني وإيه والحلقة تعاد على خير تمام قول كده انت كده يا عبدالله انت الراء كده ها الراء بالله عليك شددت ها راء تو أو زرة أو زرة أو زرة أو زرة الراء مش مش شدد يا عبدالله عبدالله إن شاء الله بعد كورونا تخلص هتيجي تاخد عندي درس إن شاء الله ماشي تمام يبقى أدي الزالة حبيبة حلوني يا مقطقطين بنكتبها في أول الكلمة كده تب في وسط الكلمة شكلها إيه أهو أهو ده إيه عشان تمسك في اللي قدامها ونفس الحكاية تمام كده أدي الزال بتمسك في اللي قدامها وبترفص اللي وراء في وسط الكلمة طيب يا الله عبدالله يا شريف كده عايزين كلمة آه في وسط الكلمة حرف ذا الكلمة نعم مين ده آه محمد الملكي آه مشاهدين الكرام يعني هو بموجود كده في كنترول وخلاص يعني يريد هذا حتى كمان يتفاعل معنا مثلا أو يخدم طلابنا مثلا أو الطلاب بره مثلا لا لأسف الشديد يعني يعني وجوده كده مش عارف ماله بزبط هو ما يحبش يتعلم بس يفهمش كده هو يعني مع الاستمرار ممكن وجوده معنا يتعلم حاجة تمام كده تعالوا نشوف كده حبيبة حلوين هنشوف حرف الزال كده يلا يلا حد يقول لي كده حد يقول لي كلمة كده في وسطه حرف الزال يلا مم معذرة برافو عليك أيوة كده ويذهبوا ها ويثاني يلا وعذره ونذيره تعالوا نشوف نذيره كده هادي النونة هي عشان نشوف شكل الحرف كويس من البلون مختلف يلا هادي بذ ر تو هادي الزال هي شوفوا بص بص في وسط الكلمة هي الزال في وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص ها بيحصل ايه حبيبا حلوين بتمسك في اللي قدامها اهي حرف اللي قبلها ها بتمسك فيه زي بذرة زي زي قذر زي عذر تمام كده طيب طيب لو سبقها حرف رفاص منعمل ايه ها منكتبها ازاي لو سبقها حرف رفاص وفي وسط الكلمة مورده عشان ما تقوليش يا أستاذ انت قلت لي الحرف الزال في وسط الكلمة بيمسك في اللي قدامه وبصت لها مثلا ايه حتبصت لها حرف الزال في وسط الكلمة برضو جالت كده يقولي لأستاذ محسن ايه دي حك علينا لا يا حبيبي انا ما بتحكش على حال تعالي شوف كده اه لو فيه زال بقى لو فيه زال هنا شوف الالف رفاص في الزال بقيت لوحدها اذهبوا برافو عليك يا حبيب والديك يا عم عزب اهو ده في وسط الكلمة وده في وسط الكلمة عشان مش حدي يقول لي يا أستاذ انت بتقول لي حرف الزال في وسط الكلمة بيمسك في اللي قدامه لا ايوه بيمسك في اللي قدامه لو مش قبله حرف رفاص طيب لو قبله ألف مثلا أو دال أو دال أو راء أو زاي أو واو بيحصل ايه الألف بيرفص الذال والذال رفاص دلها يبقى الاثنين حروف رفاص اهي ده ما انتوا شايفين كده حبيبي طيب في آخر الكلمة بقى في آخر الكلمة كده حبيبي يا حلوين يا مقطقطيني يلا يلا عادي أشوفكم كده يلا حرف الذال ليه شكلين بس في كل حاجة يا حبيبي بص حرف الذال برضو في آخر الكلمة هيبقى كده برضو عادي شوفوا تخيلوا هي هي برضو أهي حرف الذال في آخر الكلمة طيب كلمة كده كده يا عبد يلا يلا حبيبي كده هاتلي كلمة كده أخرها حرف الذال يلا حبيبي يلا زي ايه كده يلا قول معايا يلا ايوة فيها حرفين مفيش مشكلة لذيذو فيها حرف الثال في وسط الكلمة وحرف الثال فيين في اخر الكلمة اهو حرف الثال في اخر الكلمة اهو لو ما سبقوش حرف رفاص حيمسك في اللي قدامه تمام كده طيب حرف الثال في اخر الكلمة لو سبقوش حرف رفاص يلا معاز مثلا اهو معاز شوف حرف الالف اهو رفاص الثال ايه رأيكم كده حبيبا حلوين يا ماطاطين يبقى كده تعرفنا على شكل كراص الشكل معانا عشان كل ده واجب وحشوفه ادي حرف الثال حرف الثال في اول الكلمة بترفص الحرف اللي بعدها على طول ادي الثال اهيه حرف محروف الرفاصة رفاصة اله ذاهبوا ذرة حرف الثال في وسط الكلمة زي بذرة وزي اذهبوا ممكن يمسك في الحرف اللي قدامه او ما يمسكش له سبق حرف الرفاص بذرة واذهبوا طيب حرف الثال في اخر الكلمة يا استاذ زي لذيذ ومسلا هيه حرف الثال اهو اهو حبيبا حلوين تمام مسك في اللي قدامه لذيذ ومعاده لو سبق الثال حرف يلا حرف الالف من حروف الرفاصة تمام كده يا عم عزب عرفنا شكل ازاي نرسم حرف الثال تمام كده حرف الثال يا حبيبا حلوين احنا زي لذيذ än نشوفنا اهو كل ده واجب في كراسة شكل الحرف تمام كده نقفل كراسة شكل الحرف يلا يلا حبيبا حلوين كده نقفل كراسة شكل الحرف ونفتح كراسة صوت الحرف يلا حبيبا حلوين يام قطاطيني يلا انا مش اعارف ليه انا طول الحلقة كده مش سمع مخرجنا العزيز الكريم ليه مش عارف ماشي حاضر لما اطلع لك المهم اه لو في اي مداخلات لو حد عاوز ي اه اي مداخلات اطفال يعني عاوزين يراجعوا معنا اوهاي حاجة انت احتمروا تمام احنا النهاردة مقولنا النهاردة حرف الايه حرف الزال تمام كده عاوزين يسمع صوت حرف الزال احنا تعرفنا على شكل حرف الزال شكل الحرف تعرفنا عليه طيب حبيبا حلوين يا مقطاطين عايزين نتعلم ازاي نسمع صوت حرف الزال بحركاته هزغزغوا هضربوا لا طبعا بحركات في حركات قصيرة وفي حركات طويلة تعالوا نشوفوا كده حبيبا حلوين يا مقطاطين تعالوا نشوف كده ايه حرف الزال بحركاته القصيرة كده يلا حركاته القصيرة هي ايه يلا 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 رفايدة حركاته القصيرة يعني ايه طيب قولي انت بقى قولي انت يا يا اسماء ايه اللي كانت طرع دلوقتي اسماء ايه فريدة يلا فريدة قولي كده طيب ماشي خليك معنا بس وركزي بقى يلا الحركات القصيرة يعني فتحة وكسرة وضم ادي الزالة هور زالفتحة زالفتحة زالكسرة زي زالضم الله ينور عليك حبيبي يبقى زالفتحة زالكسرة زي زالضم زو يلا زالفتحة زالفتحة زالكسرة زي زالضم زو الفتحة بفتح بقى هو زا الكسرة بكسر فك شوية زي ضم بضم بقى زو طيب عايزين حبيبا حلوين الحركة القصيرة زال عايزين كلمة فيها حركة قصيرة زال يلا يلا لا ذاهب يا حبيبي في مد بالألف بعدها تمام كده تعالوا شوفوا معي هو حركة قصيرة هو يلا ذا زالفتحة 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 يبقى زا ها بأ فتحة با يبقى زا ها با تمام كده طيب كده بالنسبة للذال المفتوح تمام كده طيب الزال كسرة زي زال كسرة زي زيل كسرة زي طيب عايزين مثال أو كلمة فيها الزال المكسورة ها زال كسرة زي يلا حبيب يا حلوين كده لا ذيله مفتوح الزال مفتوح الزال مفتوح يلا كده الله ينور عليك مين معايا برافو عليك يا إسلام والله أهو الث تعالوا بقى نشوف الحتة دي بقى يا حبيب يا حلوين عشان نركز فيها بقى عشان فيه كويس أهو والله يا إسلام بجد يعني انت لك إيه جايزة ليه بقى النهاردة يا إسلام فيه ناس بعتتلي مش عارفة أطفال مش عارفة الهمزة دي تنطقها ازاي وكويس قوي اللي انت قلتلي على الكلمة دي عشان هنبعد شوية عن حرف الزال ولو خمس داي بس بصوا حبيب يا حلوين اهو معلش يا عم عزب بصوا لي كده آهو دي ألف همزة فتحة آ ألف همزة كسرة إي ألف همزة ضمة أو بصوا حبيب يا حلوين عشان إيه بس ما تطلعبطوش وما تقولوش ليه أنا اتعملت كده عشان لما تكبروا في سنة ربعة إن شاء الله تعالى حنقولكو إيه حنقولكو على مريم السلام عليكم وعلكم السلام ازاك مريم ازاك الحمد الله أخبارك ايه الحمد الله ايه عاوزة تشترك معنا في أي حاجة؟ اه شترك فيه انت شوفي انت عايزي اه انت عايزي سنة كم؟ سنة خمسة سنة خمسة عملت البحث ولا لسة؟ لسة انت 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 ما تسأليش حد انت 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 هتعمل البحث عن ايه؟ هم؟ السياحة برافو عليكي كويس والله تمام ما عندك اخت صغيرة عشان تشترك معنا عشان الحركات؟ حضير عندك أخة أو اخت صغيرة عشان يشترك معنا في حركات حرف الألف أو حركات حرف الزل؟ اه فاطمة تبيديلي فاطمة بطة تعال بطة ولا فاطمة ازاك فاطوم الحمد لله ازاك يا بطة عاملة ايه؟ الحمد لله ايه؟ عايزينك تيجي معنا بعد العيد بقى ان شاء الله كتاك معنا على هوى كده يا رايت ماشي ماشي حبيبتي طب انت معنا شايف الشاشة دلوقتي؟ اه طب انا عايزك تستهجي الكلمة دي كده اه هم يلا زال فتحة؟ اه تبقوا لي زال فتحة؟ اه دل 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 يا حبيبتي زال زال موسي حبيبتي؟ ده حرف الزال مش دل دل عليها لقطة بطلع طرف الثاني وانا بقولها يا حبيبتي ايوة زال فتحة؟ زال ها 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 فتحة؟ ها 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 فتحة؟ ها ها با فتحة؟ با يبقى الكلمة على بعضها يا حبيبتي يلا كده دل الكلمة بقى على بعضها الكلمة على بعضها تلت حروف او برابو برابو عليك يا ايوة كده زال فتحة؟ زا ها فتحة؟ ها زا ها با شكرا حبيبتي فشكرا فطوم محمد من الميني السلام عليكم سعر الله بركاته ازاك يا أستاذ؟ الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عن الشرح بتاع حضرتك الله يكلمك يا حبي الله خليك انا كنت بس عايز اعلج على حاجة بسيطة بالنسبة للهامزة عن نظرة ديت كويس انك اتكلمت عليها ان انا من زمان وانا تتاني ابتدائي تلت ابتدائي كده بالضبط كنت بغلط في الهامزة عن نظرة ديت طيب ده انا حقولها لك انت بس تمام كده؟ اما الصغيرين مش مطلوب منهم يعرفوا ان ليه تكتبت ليه؟ هم يعرفوا بس ان دي ايه؟ اي او تمام كده؟ معايا ولا مش معايا؟ اه معا حضرتك انا حقولك ليه؟ امتى تتكتب على نبرة تمام كده؟ دلوقتي الهامزة لو كان الحرف اللي قدامها تحت كسرة تمام كده؟ تحت كسرة على طول او الهامزة مكسورة يعني الهامزة مكسورة او اللي قبله مكسور بتنحط على نبرة على طول تمام كده؟ زي بئر اهو زي وبئر اهو شوف؟ بقى كسرة على طول اهو شوف؟ زئبوا بئروا الهمزة لما تحط على نبرة كده هي مكسورة أو الحرف اللي قدامها مكسور تمام كده؟ معاي محمد ولا إيه؟ أه معا حضورتك أيسا سمعت الهمزة على نبرة لو هي مكسورة الهمزة نفسها مكسورة أو الحرف اللي قدامها مكسور تمام كده؟ زي مثلا إيه مثلا؟ يا إي سمسلا شوف الهمزة مكسورة على نبرة على طول اللي قبلها مكسور على نبرة على طول تمام كده؟ تمام تمام يا رئيس؟ تمام شكرا ماشا حبيب فمعنا فريدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فريدة حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد للناس برافو عليك الفيديو كان جميل ازيك يا نفسي؟ الفيديو كان جميل يا حبيبتي شوف برافو عليكي وانتي شطورة وانعاوزك بس اعاوزك برضو ايه بقى؟ يعني تذكري شوية كمان كده تمام كده؟ اه تمام يا حبيب عايزة تشترك معنا في اي حاجة؟ مريم روح ايه رجل لما جيب العيد اجيب مريم ورؤية ودوده واجيب فريدة؟ تمام ماشي في العيد ان شاء الله هتواصل معاك وتيجو في العيد ان شاء الله شكرا حبيبتي متشاكرين جدا متشاكرين بص حبيبي عشان سريعا سريعا كده مش مطلوب من تلحظان او الصف الاول مش مطلوب منهم يعرفوا ليه اتحطت الهمزة على نبرة او على واو او على يا تعالوا شوفوا كده ا اي او طالما فيه الف وفيه همزة يبقى ا كسرة اي ضمها او تعالوا شوفوا حتة دي بقى بصوا كده لو لقنا همزة على سطر كده نقول عليها ايه ها نقول عليها ايه ام عزب ا برضو هي هي تمام كده؟ ها لو لناها كده ايه طيب لو لناها كده الله نور عليك طيب لو لناها كده اي تمام كده؟ اه اه لو لناها كده ا طيب لو لناها كده برضو اي لحظة واحدة بس اخلطوا حتة دي طيب لو لقيتوا كده يا حبيب حلوين ها ا حلو كده وممكن تبعوا كده يا هو تمام كده؟ وكده يا حبيب يعني لقيتها كده لقيتها كده لقيتها كده شوفوا حتة اللي جاي دي بقى اه لو لقيتها كده برضو برضو ا او او اي تعالوا شوفوا كده يعني ممكن لقيتها كده كده زي ايه مثلا؟ احمد ا ا ا احمد تمام كده؟ طيب او هنا مثلا سماء ا سماء ا سماء اي تمام كده؟ طيب لو هنا كده مثلا زي ذئب مثلا اهو ذئب وبئ تمام كده؟ انت ما عليك انت تعرف ان الهمزة بتطلط ا و اي و او مش مطلوب عليك دلوقتي امتى تنحط على واو وامتى على نبرة وامتى على الياء وامتى على السطر وامتى على الف انت مش مطالب دلوقتي مطالب بس انت ما تشوفها كده ا اي او نفس الحكاية كده بالضبط تمام كده؟ مين معي؟ ماريام السلام عليكم واخد Whitom اسلام عليكم يا ماريام مين يا ماريام؟ لا ممكن بص يا ماريام انت معنا جانا اسلام عليكم عليكم مسلام عليكم يا حبوث الله وبركاته جانا منين يا جانا؟ أنا جانا جانا أخبارك يا جانا كل سنوان طيبة إيه إسمعي إسمعي من التليفون وسيلك من التليفزيون بس بصيه وبس كده بصي تسمعيني من التليفون وسيلك من التليفزيون التليفزيون بس هوبطيه كده وبصوا عليه بس أنا أنا دقرة طب ماشي هاديك كلمة حبيبتي نستفسانة كام تمام انقطع الاتصال طب نكمل نكمل يا عم علي بص نكمل 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 الشرح وبقى كان الاتصالات ممكن ماشي يلا حبايبا حلوين هنا حرف الزال فتحة زا زي زا هبا ماشي زا الكسرة زي زا الكسرة زي زا الكسرة زي هادي الهمزة هي الهمزة هي حبايبا على نابرة هي زي القلف بالظبط زي ما بنطأ بالظبط كده شوفوا تعال شوفوا كده زي رأسه مسلا اهي شوفوا عليها سكون نقطع ايه رأ نفس الحكاية ذي رأ ذي رأ الهمزة صوت الهمزة بينه رأ ذي تمام كده حلو حبايبي عشان ايه ما تطلق بطوش ممكن تبقى على الهمزة ممكن تبقى على على نابرة ممكن تبقى على واو ممكن تبقى على السطر زي سماء سناء تمام كده طيب ذا الضم ذو عاوزين كده حاجة كده حبايبا حلوين اولها حرف فيها ذا الضم يلا كده حبايبي زي ذو با بصوا حبايبي ذا الضم ذو البا بعدها همد بالالف با ذو با با ضم بو ذو با بو تمام كده ذا الفتحة ذا ذا الكسرة ذي ذا الضم ذو طب ذي تعالوا شوفوا كده حبايبي لو عايزين الحركة القصيرة دي نمدها نعمل ايه حبايبا حلوين يلا حد يقول معايا كده نعمل ايه نمدها بالآل ذا والذال الحركة القصيرة دي عايزين نمدها نمدها بالايه نمدها باليأيا واستاذ ايه ذي ليه مدنا ذا الفتحة الحركة القصيرة لما نمدها نمدها بالآلف عشان نمد بالآلف بيحب الفتحة والفتحة بتحب يمد بالآلف ما ينفعش او مد بالآلف والحرف ده مكسور او عليه ضمة او عليه سكون ما ينفعش لابد الحركة القصيرة الفتحة لشان نمدها نمدها بالآلف والحركة القصيرة الكسرة ذي عشان نمدها باليأيب ذي والذال ضمة عشان نمدها نمدها بالإيه؟ بالواو يا أستاذ عشان الضمة بتحب الواو والواو بيحب الضمة وحاتجوز قريب إن شاء الله تمام كده؟ ذال فتحة ذا ذال بعدها مد بالألف ذا ذال كسرة ذي ذال بعدها مد باليا ذي ذال ضمة ذو ذال بعدها مد بالواو ذو ذا ذي ذو ذا ذي ذو تب عاوزين كلمة كده يا أستاذ فيها الزال مد بالألف يلا كده يا حبيبي يا حلوين يلا لا 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 زيتون يا حبيبي زيتون بالزاي ومش بالزال تمام كده؟ وما فياش مد تعالوا شوف كده آهو زا تا زال بعدها مد بالألف زا تا فتحة تا يبقى كلها لبعضها ايه؟ زا تا زا تا تمام كده؟ عادي المد بالألف ههو عادي المد بالأول هيا حبيبي ههو طيب عاوزين بعدها مد باليا كلمة فا مد باليا كده؟ يلا حبيبي يا حلوين برضو تاني ننضمصر بقى ننضمصر بص حبيبي نوم فتحة؟ نا نوم فتحة؟ نا حركة قصيرة نوم فتحة؟ نا ذال كسرة؟ دي ناظر دي أستاذ وليد ذال ساكنة تمام كده؟ لسه ما جبنهاش لحق لسه شوية ان شاء الله انا عارف ان تعليمك انجليش كله فبس هتستفيد ان شاء الله ماشي نوم فتحة؟ نا ذال بعدها مد باليا ذي رأض أمه؟ رو يبقى نوم فتحة؟ نا ذال كسرة؟ ذي نا ذي طيب الذال دي ممدودة بعدها مد باليا اهو مش متشكل اهو والحرف اللي قدامها ايماله تحته كسرة يبقى نا ذي رأض أمه رو يبقى نا ذي رو ها دي يا حبيبي يا حلوين ايه؟ المد والممدودة اهو تمام كده؟ طيب الذال بعدها مد بالوا زي ايه كده؟ هم؟ حد يقول لي كده؟ يالله يا استاذ وليد يالله هم؟ قل لي كلمة فيها ذال بعدها مد بالوا مابيش خالف عنك ماشي يالله كده؟ معاي كده يا ام عزب؟ يالله ينور عليك بس مش عاوزة تاخدها بالشكل يا ام عزب انا عايزك تتهجى الكلمة واحدة واحدة بقى ضم بو ذال ضم ذو يبقى بو ذو تب الذال دي يا حبيبي يا حلوين بعدها مد بالوا و هو مش متشكل اهو والحرف اللي قدامها عليه ضمة يبقى ذو بو ذو رأى ضمة رو يبقى بو ذو رو اقرأها كده واوليع الامور انا عامل ثلاث كراسات من اول الايه؟ من اول الحصص من اول حلقة كراسة شكل الحرف كراسة صوت الحرف كراسة الاملة اوع تنسوا الكلمات اللي انا بدها كل يوم دي او كل حلقة تملجاش لابنت مش ممكن كل يوم تمليله الكلمات كل يوم تمليله الكلمات تمام؟ كل الكلمات اللي احنا ناخدها تملي ابنت كل يوم كل يوم الكلمات اللي احنا ناخدها طيب ادي اهو ذالو المادة طيب اعيز عمل حركة قبل ما ندخل للسكون عشان ي 합니다 غ tahu عملنا تمرين عليها تمرين صومتر يالا عام عزب اهو تمرين كده سريعاً سريعاً علشان آدي الكلمة يلا حبيب يا حلوين وآدي المد قبل أن ندخل للسكون وآدي الممدود عايزين مثلا يا حبيب يا حلوين يلا كلمة مثلا زا عا يلا كده كلمة دي زا البعضة عين فتحة عا فين هنا يا عم عزب مد بالإيه لأول كلمة دي فيها مد بالإيه عم عزب فيها مد بالإيه فيها مد بالإيه فيها مد بالآلف يبقى أكتب هنا فيه أكتب الألف على طول تمام كده طيب الألف دي عم عزب مدت مين مدت العين ولا الزال الله ينور عليه قال لي الحرف اللي قدامي الألف هو الزال اللي تمدد برافو عليك طيب كلمة كده يا عم عزب ثانية هو كلمة دي مثلا قرأ لكلمة دي كده يا عم عزب استهجالي كده يلا نوم فتحة نوم فتحة نوم فتحة نوم فتحة دي كسرة دي بعدها مد بالياء نوم فتحة دي رو الكلمة دي فيها أم عزب فيها مد بالإيه مد بالياء برافو عليك يا محمد عسل محمد عزيز حضر فيدك يا عم من بدر يا عم فيدك يا عم مشاهدينا الكرام اللي بسيد محمد عزك من أكثر الناس تفاعلا مع البرنامج حقيقة يعني يشكر وكل كفر الشخص يشكر عسان كفر تمام كده ماشي يا محمد عزك مد بالياء أهو مد بالياء أهو ماشي قدي حبيبي ليه مد بالياء طب يا محمد يا عزك ايه وكده خليك معايا كده انا كده حاسي ان يلسل الحلقة بعدها دلوقتي ماشي نازي الياء هنا مدت مين يا محمد الله ينور عليك الزال بربه عليك يا حمود ايوة كده يا عم فيدك يا عم والله وحشني تمام تحس ان كده محمد عزك الروح وردك فيها ولمجيد تمام طيب الكلمة دي يا محمد عزك عشان ما اطلع لكش بقى أنا اخرها لي كده استهجان يا محمد عزك يلا الله ينور عليك بقى ضم بو الله ينور عليك بوذور يا سلام واو دي مد عشان مش مش مشكلة برافو عليك ايوة كده انا عايز الناس المتفاعلة برافو عليك بوذور وفيها مد من ايه يا حمد برافو عليك يا حبيب والديك ايوة كده الواو مد من يا محمد الحرف الرأ ولا الباء عشان قدامها على طول مضمومة هي برافو عليك ايوة كده ايوة كده ايه ده احنا كنا فين من اول الحصة من اول الحلقة يا جماعة ها انا عارف اني مبتحفز انت انا عارف يا عم عزب ما نحن خايف خايف اللي سنوالي ده ايوة مشاهدينا الكرام يلا حبيب يا حلوين قبل ما نمسح اكتبوا الكلمات دي عشان هتكتبوها واجب اولياء الامور كلمات دي التمرين بتاع الكلمة والماد والممدود يلا كله تمام كده يلا حبيب يا حلوين انا عارف انت بتنقونه ورايا وشطرين وعسل وكل الناس النهاردة والله بسم الله ما شاء الله ماشي كله تمام وكله عسل طيب احنا خدنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة بتاعة ايه حرف الزال ده ايه يا حبيب يا حلوين حد يقولي كده وخدنا كمان تمرين على الماد والممدود بقي ايه بقى بقي ايه حد يقولي ايه شحدي معي الناس نامي التاني الله ينور عليك يا عم عزب الزال الساكنة زي ما تعودنا حبيب يا حلوين اي حرف ساكن ضعيف ما ينفعش ننطق الوحده ابدا تمام حليم ان شاء الله السكون ان شاء الله فيهم ان شاء الله تمام الزال الساكنة ما ينفعش ننطقها الوحده اهو ذال الساكنة تنفع ننطقها الوحده كده يا عزب اه على طول يعني في في البرنامج اللي بعدية على طول تمام كده مسجل يعني ما تلعش ماشي تمام ماشي يا حبيبي تمام يلا حرف الزال الساكنة ينفع ننطق الوحده ما ينفعش ننطق الوحده تاب لاقو حظ الله ينور عليك ايه ألف همزة A أذ ألف همزة كسرة إذ تب ضمة برافو عليك تب حا لوحا حذ تب لوحيه الله ينور عليك يا عزة تب لوحوه حذ حذ ماشي حبيب طاير لواو وذ تب لويه وذ تب لووه الله ينور عليك يبقى الحرف الساكن يا حبيبي ما ينفعش ننطقل وحده أبدا لابد أحطه حرفه أدامه يسنده حرف قوي متحدك يسنده أذ إذ أذ حذ ومن انساش طلع طرف لسانة في الزال حذ 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 وذ 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 تمام كده تبعاوزون بقى كلمات سريعة كده كلمات عليها كده يالله يالله عزك كده أقول معاك كلمة كده في حرف ذال الساكنة لا 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 لحق هنا الساكنة بس احذر لحق ساكنة بص أهي الله ينور عليك تب ننطق الكلمة دي وأكتبك الكلمة بتاعتك أيوة بأس كسرة بي شوفوا في ناس حبيبا حلوين يالله يفريد أبو الصلي في ناس ما مش هتعرفش أو ممكن ما تعرفش تنطق ذال الساكنة تقول إيه آآ لو آآ أذ لو إيه إذ لو أو أذ با بذ بذ أه بذ را فتحة را بذ را تأضم تو بذ را تو كده طيب هنشوف كلمة ثانية كده اللي كنت بتقولي يا محمد هم ما تقولش بقى عشان نشوف فريد هتعمليه يالله هتقولي برضه ما آآ أذ ما أي مش عارفة تنطق أنا عارف أنا عارف والله هتوقف معاك ذا للساكنة الحرف الساخن نرخم شوي أنا عارف والله طيب مش هترفة تنطق المين مع الذات هتعملي إيه ها أذ إذ أذ بذ 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 حد 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 لحد ما تصلم مين مز مز أهيه مز أهيه مز مين فتحة م ذا الساكنة أخذتها معها مز 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 مم ضمة مو مز مو بعدها مد بالواو مو مز مو مم ضمة مو يبقى مز مو مو تربو عليهم في كلمة ثانية يا عزة آخر كلمة يلا معي يا عزة طيب شوفك ماشي طيب بص يا عزة آه آه هم يفيش أذهب أذهب أيوة الله ينور علي آه يلا بصوا حبيبي نوم فتحة نا أنا مش عارف أنطأ الذال أخذتها من الأول خالص أز إز أز لحد ما وصل النون حز حز نز آه نوم فتحة نا ذال ساكنة نز الحركة دي جميلة جدا أخذوها بص تكر في دماغك مش عارف أنطأ الحرف خذ الحركات من أول الألف أز إز أز لحد ما توصل النون نز نوم فتحة نا ذال ساكنة نز وقف عليها كده نز ويقطع النفس نز رأضام رو يبقى نز رو طيب كده حبيبي حلوين الكلمات اللي خدناها نهار حاملها لكو الحصة الجاية لا مش الحصة الجاية بقى ابعتوا هالي على الرقم اللي حيزر على الشاشة الآن صفر ألف واحد وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين وحعرضها وحعرضها الحصة الجاية أو الحلقة الجاية هعرضها ونشوف مين اللي أخطأ في العملة تمام كده همال لي همال لي الكلمات اللي احنا أخدناها النهاردة ماشي طيب نختم بقى بالإيه يا حبيبي يا حلوين بالشبكة الحرف أيه خلاص هي شبكة الحرف بس شبكة الحرف فقط يا أستاذ محمد عزة وانا عملا أو لieldنيا بقيت كويسة لما جيت أهو حرف الزال هذه شبكة أنا أعيذ كل كلمة كتبها الصبورة يا حبيبي حلوين تكتب وراي على طول في الكراص خلاص في شكل الحرف شبكة الحرف حرف الزال لو رميت الشبكة هاي هيجيب لي سمك لا طبعا هجيب لحركات اللي احنا خدناها النهاردة ذال فتحة ذا ذال كسرة ذي ذال ضمة ذو لا لحظة واحدة ذال بعدها ماد بالالف ذال بعدها ماد باليا الله ينور عليه خليك معي يا ام عزب على الصبورة ذال بعدها ماد بالواو اهو اهي تمام كده والذال الساكنة بقى الله ينور عليك الله ينور عليك يا حبيب والديك اهي ذال فتحة ذا ذال كسرة ذي ذال ضمة ذو ذال بعدها ماد بالالف ذا بعدها ماد باليا ذ بعدها ماد بالواو ذا لساكنة هيه اهي Irma ظال الفتحة ذا كسرة ذي ضمة ذو ذال بعدها ماد بالالف ذا ذا اللي بعدها ماد بالياء ذا اللي بعدها ماد بالواو ذا للساكنة اذ 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 تمام كده الكلمات اللي اخدناها النهاردة في الحركات القصيرة فتحة والكسرة والضم الحركات الطويلة ماد بالالف وماد بالياء وماد بالواو والكلمات اللي اخدناها في ذا للساكنة حمل ليها الحصة الجاية والحصة اللي بعدها حتيبعتولي وهشوف مين اللي يتملى صح حنتملى على الهوى عشان نشوف مين اللي كتب صح تمام كده بكده للأسف الشديد للأسف الشديد انتهت الحلقة بتاعتنا وحنختم حلقتنا النهاردة بايه يا حبيب يا حلوين يا مقطاطين هنختم بالطفل عمار عمار تامر تمام كده هنختم به وكده يكون الحلقة خلصت اشكر جميع زملائي مش عاوزة استثناء حد فيهم ماشي اشكر جميع الزملاء اشكر الستاذ جمال عبعظيم طبعا مديرنا والاستاذ عبد الحميد والاستاذ محمد رمضان وكل من وطبعا استاذ محمد عزة طبعا الاصلا الحصة ما تنفعش انا بالاستاذ محمد عزة تمام كده اشكر جميع زملائي ادخل عم عزة طبعا يتعب مع النهاردة اشكر طبعا الاستاذ الفاضل لا 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 الاستاذ طبعا اسلام طبعا ماشي الاستاذ رضا الاستاذ احمد عزة الأستاذ الأحمد حافظ طبعاً وعمار إحسنته طبعاً أساسي طبعاً كده أشكر جميع زملائي وأشكركم لحسن متابعتكم وإلى أنا أنتقي بكم الإسلام المقبل أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إقرأ 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم ونحن الله الرحمن الرحيم مالك ومجين إياك أنا عمده إياك نستعين إياك سراطة المستقين سراطة الذين أنا عمت عليهم وعينا مغلوب عليهم ولا الضالين آمين يقولوا الله أحد والله أصوى والجميع 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 كلها قفوا أحد